أنا ده حدست كثيراً وحطيت يعني كذا خط تحت فكرة العلاقة عشان هي علاقة حقيقية علاقة جيدة أنا روحت المغرب أكتر من مر روحت كذا بلانكا وروحت طنجة وروحت أغادير وروحت مراكش كل المباريات اللي في المغرب كثير أو كثير من المباريات الفرقة المصرية والمتخبات المصرية في المغرب بحكم شغلي روحت وغطيت الناس في أعلم بتحبنا بتحب المصريين والكورة كورة فيها الحماس وفيها الزعل من قرار تحكيمي وفيها الزعل من خسارة وفيها الزعل لو أنت مقدتش كويس ده كورة ده زي ما احنا عندنا الزعل ده بيحصل لنا ومنبقى متدايقين قوي هما كمان بيبقوا متدايقين قوي المهم واللي أنا وصك فيه مليون في المية إن المباراة دي مش هتخرج من أرض الملعب أشياء هنتكلم على فريقين كبار وعلى أشكاء حقيقيين سواء النادي الأهلي أو النادي الرجاء نتكلم على الجماهير المصرية أو الجماهير المغربية كل اللي يتمنيه إنها تبقى مباراة ممتعة يصعد من يصعد إحنا أكيد نتمنى الأهلي إحنا أكيد نتمنى الأهلي هما أكيد هيتمنوا الرجاء يصعد من يصعد كورة حلوة كورة محترمة من مديل الفني هنا والمديل الفني هنا من اللاعبين هنا ومن اللاعبين هنا وزي ما قلت قبل المداخلة ان الموسماني يجيد جدا لعبة هذه المباريات الكبيرة يجدها بشكل رائع جدا ومميز جدا يلعب بها 4-2-3-1 يلعب 4-3-3 يلعب 3-4-3 اي طريقة من الطرق العديدة اللي بيلعب بها بيتسو موسماني هو القضرة وهو اللي هيعرف ياره المهم ان النادي الاهلي يقدر يسجل هدف مبكر المهم ان الاهلي يتحمل الضغط الجماهيري اللي هيكون فيه هتاف شديد جدا لفريق الرجاء فيه تشجيع كبير لفريق الرجاء هيقدر لعبين عندهم خبرة في النادي الاهلي ان هم يتحملوا هذه الضغوط بتلعب خارج ملعبك بتلعب مش وسط جمهورك فطبيعي يبقى فيه ضغوط الضغوط دي النادي الاهلي بالخبرات الكبيرة الخبرات الدولية الكبيرة عند كل لعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي يقدروا يتعاملوا مع هذه الظروف زي ما أتركوا مباراة الزبكة ممكن تخلص كل الأمور دي بس هل حصل هي الكرة كده الكرة كده ممكن تبقى الأمور ميسرة ومتقدرش وممكن تبقى الأمور سعبة وتقدر فالأمور في مباراة الرجاء هي أمور إن شاء الله تبقى كروية فنية يقدر النادي الأهل يتخطى هذه المواجهة بكفاءته الحالية وتاريخه الكبير بكل تأكيد